احنا مثل ما قلنا انه ظهر لدنيال قاله لا تخاف ظهر لزكريا قاله لا تخاف ظهر للمطوبة مريم قال لها لا تخافي ظهر ليوسف قال له لا تخاف ظهر للرعاء قال لهم لا تخافوا كل يعني ظهور كان في رسالة خاصة ويريت يعني في هاي الفترة نقرأ إنجيل متى صحاح الأول والثاني وبشارة لوقى صحاح الأول صحاح التاني أربع إصحاحات في بشارة متة وبشارة لوقة حتى نشوف كل هاي الرسائل اللي تكلموا فيها الملاك أو الملايكة وطبعا جوقة الملايكة تعتبر أعظم بل أكبر جوقة في التاريخ يعني قديش في جوقات في هذا العالم تقرأ عن جوقات من آلاف ولكن لا تقارن بالجوقة الملايكية ملايكة السماء وأكيد أصواتهم أصوات جميلة جدا في تناغم أو انسجام تام وأكيد يوم من الأيام إحنا رح نشترك معهم في هذا التسبيح لما نكون معهم في السماء عاوز بالفترة الأخيرة أحبة أقول أن رسالة الميلاد هي رسالة إيمان زي مريم ليكن لي كقولك عارف مريم تعتبر مثال لكل مش بس الأخوات لكل من يشاهد كانت العذراء الطاهرة ولاحظ عدة أمور لما سمعت كلام الملاك قبلت الكلام آمنت بالكلام صدقت الكلام امتلكت الوعد مش بس امتلكت وتحركت في الوعد كتير مراكب نسمع بس ما بنخدش الخطوة واليوم أنا بصلي أنك تعمل مثل مريم آمنت صدقت امتلكت وتحركت تحرك تحرك اليوم صمم أن يكون في ميلاد جديد في حياتك اليوم تقول له يا رب ارحمني أنا الخاطئ فهي رسالة إيمان ولسيما من مثل مهم كتير مريم الناصعة مريم الخاضعة القانعة المتواضعة اليافعة ممكن تقول عنك كل الكلمات الجميلة يكفي أنها قالت أنا آمت الرب أنا آمت الرب يعني أنا عبدي لرب رسالة الميلاد هي رسالة مجد المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام كل لاحظ الإنجيل والسيمة في إنجيل يحنى يتكلم عن مجد المسيح والرب يسوع وجه هذا المجد للآب قال فليضئ نوركم قدام الناس فيروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السموة كتير من المعجزات مجدوا الله في مجد في كل يعني قدرة الله في عظمة الله فواضح أنه فعلا هي رسالة مجد اشتركوا في القناة